لا يغفى على أحد أن الصراع الأمريكي الإيراني كان وما يزال مستمرا في المنطقة بوجه عام وفي العراق على وجه الخصوص حيث وصل إلى مرحلة صدام الحقيقي في أواخر العام الماضي بعد هجوم عناصر من الفصائل المسلحة التي تتهمها واشنطن بتلقي الدعم من طهران على السفرة الأمريكية في بغداد وفي مطلع العام الحالي كان اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحج الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد شرارة لتوتر كبير بين الطرفين إيران ردت بقصف قاعدتي عين الأسد في الأنبار والحرير في أربيل انتقاما لمقتل سليماني ومن هنا بدأت حقبة جديدة من عمليات القصف للقواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابية تلاها قصف أمريكي لمقار فصائل مسلحة تابعة للحج الشعبي الأمر الذي أوقع الحكومة المستقيلة برئاسة عبد المهدي في موقف محرج غير قادر على تجاوزه بسبب انتهاك السيادة العراقية لكن ومع تمديل حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الرجل الذي كان على رأس أكبر جهاز أمني في العراق تغيرت قواعد اللعبة من أولى ساعة وصوله للمنصب بعد استقباله سفيري واشنطن وطهران كلا على حدة وتأكيده للأول أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة وتبليغه الثاني بأن العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أي دولة بخطوات واثقة وقرارات جرية مدى الكاظمي عمله على رأس الحكومة الجديدة ليكتب عهدا جديدا يتطلع إليه العراقيون في استعادة وطنهم الذي لم يشهد استقرارا منذ عقود كما وعدتكم من اليوم الأول هذه الحكومة ليست حكومة غرف مظلمة وسنقول للناس بكل شفافية في أي قرار نتخذ لصالح العام ترجمة نانسي قنقر